ترجمة نانسي قنقر المحافل الإقليمية والدولية جاء ذلك خلال مشاركة سعادة في ملتقى الإعلام الإماراتي البحريني الذي نظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية عبر تقنية الاتصال المرئية بمشاركة نخبة متميزة من رموز الصحافة والإعلام والمسؤولين ورؤساء التحرير والمواهب الشابة الواعدة في صناعة الإعلام والاتصال في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واشد سعادة الوزير في مستهل الملتقى بدور نادي دبي للصحافة برئاسة سعادة مونة غانم المري وما يقدمه من إسهامات تحقق مزيدا من التقارب وتفعيل قنوات التعاون بين المؤسسات العالمية في البلدين الشقيقين بما يخدم منظومة العمل العالمي الخليجي بصفة عامة في إطار أشمل من العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين والإمارات واشر سعادته إلى أن الملتقى يبرز قصة نجاح البلدين الشقيقين في إدارة الأزمات وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا والتحول الرقمي في تطوير الخدمات في الوقت الذي مارس الأعلام دوره الحيوي في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة والموثوقة وشدد على حتمية المضي قدما وبخطة متسارعة في ضمان التحول العالمي نحو البيئة الرقمية مشيرا إلى أن التطورات الراهنة والتحولات التقنية المتسارعة بما تطرحه من فرص وتحديات تفرض ضرورة التعاون المشترك في النهوض بالإعلام ودوره كقوة مؤثرة في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية ونشر قيم التسامح والسلام والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والإرهاب وأشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي بالقدرات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها مملكة البحرين ودولة الإمارات في مجال التقنيات الرقمية ما يمكن من توظيف تقنيات الإعلام التفاعلي والذكاء الاصطناعي في تطوير الرسالة الإعلامية منوها بأهمية التنسيق المشترك بين البلدين في إيجاد تصورات واضحة لمتطلبات التطوير الإعلامي خلال المرحلة المقبلة في ضوء المعطيات القائمة والتطلعات الطموحة نحو إعلام قادر على المنافسة عالميا بإمكانات تقنية متطورة وبرصيد كبير من ثقة المتلقي فيما يقدمه له إعلامه من محتوى عصري ونافع ترجمة نانسي قنقر